اشهدت صحف ومواقع اعلامية ايطالية بمضامين اعلان مملكة البحرين وما تضمنته من منهج لحياة سليمة ترتقي بها المجتمعات معربة عن اعجابها بالنموذج البحريني لحرية الاديان والتعايش السلمي الذي يؤلف بين قلوب جميع مكونات المجتمع واكدت ان الاعلان يتضمن رسائل نبيلة سطرها صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ويكرس نهجا قويما يعتد به لارتقاء المجتمعات ويقدم انموذجا بحرينيا فريدا من نوعه قل نظيره وذكرت صحيفة فماكيليا كريستيانا ان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قد وصف مملكة البحرين خلال زيارته لها بانها ملتقى حضارات الشعوب واشاد باعلان مملكة البحرين كوثيقة عالمية لحرية الاديان والتعايش السلمي بدورها قالت صحيفة ديالوج انترليجيس ان وجود مختلف الاديان ومنتسبيها والحفاظ على دور العبادة المختلفة على مر السنين دليل واضح على تطبيق المعايير الدولية في حرية الاديان والتعايش السلمي والذي يعتبر من اساسيات الحقوق الانسانية وذكرت صحيفة فورميشي ان اعلان مملكة البحرين يؤكد ان مملكة البحرين قد اتخذت خطوات متقدمة لتضع نفسها على الخارطة الدولية وانها اليوم تقود انموذجا عالميا للتعايش السلمي من جانبها اكدت وكالة انباء انسا الايطالية ان تجشين اعلان مملكة البحرين في اوروبا انطلاقا من مدينة روما الايطالية يعكس دلالات هامة تعزز من العلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين والجمهورية الايطالية واكد موقع اس اي ار على صفحته الالكترونية ان اعلان مملكة البحرين يعزز مدى ادراك مملكة البحرين باهمية تكريس حرية الاديان والتعايش السلمي كاسلوب حياة على مدى سنوات طويلة تحقيقا للسلام والامن لجميع فئات المجتمع اشتركوا في القناة